لم تنتهي عجلة الصراع الحكومي بالدوران تاركة تحتها أنقاض الوعود بالصلاح وما أشيع عن حكومات تكنقراط وشخصيات مستقلة وبعد اقتسام الوزارات بين شركاء العملية السياسية أغلبية الوزراء اندلع الخلاف على الوزارات الأمنية الداخلية والدفاع للمرة الثانية على التوالي يفشل البرلمان بتضمين التصويت على الحقائب الشاغرة في جلسة السبت بعد تأجيل التصويت في جلستي الثلاثاء والخميس الأسبوع الماضي النائب عن كتلة المحور حسن خلف لجبوري قال إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لن يقدم تشكيلته الوزارية في الجلسة القادمة للبرلمان وإن تقدم بها فإن سيناريو التصويت على الأربعة عشر وزيرا من التشكيلة الوزارية وما تلاه من حديث عن وجود وزراء عليهم شبهات إرهاب وفساد وغيرها مصادر سياسية قالت إن عمق الخلاف حول منصب وزير الداخلية ومرشح تحالف الفتح للحقيبة فالح الفياض دفع مقتدى الصدر إلى توجيه نواب كتلة الإصلاح للاعتراض على تضمين جدول أعمال جلسة البرلمان فقرة التصويت على استكمال الكابينة بعدما تبين له أن فالح الفياض المرشح المدعوم من طهران يقترب من تحقيق الأغلبية اللازمة لنيل الثقة صحيفة العرب اللندنية قالت إن طهران صعدت من ضغوطها دعما للفياض وأرسلت زعيم ميليشيا بدر هادي العامري إلى النجف الخميس الماضي للقاء الصدر والعمل على إقناعه برفع الفيتو عن الفياض الذي يعطل التصويت على الرجل لكن الصحيفة أشارت إلى أن الفياض سيمر بسهولة من البرلمان بمجرد طرح اسمه على التصويت بعد حركة مكوكية للكتل الحليفة لطهران بين قوى البرلمان خلال اليومين الماضيين يتزامن هذا مع صراع على الجهة الأخرى على حقيبة الدفاع بتسعة مرشحين ليكملهم رئيس البرلمان السابق سليم لجبوري بطرح اسمه مرشحا للوزارة الأمنية ما يؤخر حسم الموقف مع احتدام التنافس بين قائمتي جمال الكربولي وإياد علاوي على المنصب